اشتركوا في القناة ما ينطلق شوطنا العاشر في انطلاقاتنا في هذا اليوم الجميل ما شاء الله وشوط العاشر خصص لالبكار المحليات الاصائل مع شواطه الاولى نتمنى دائما التوفيق والنموس يا الاخوة المشاركين في هذا اليوم في هذا العرض ما شاء الله الذي يسبق ايام جميلة وايام رجالات نتمنى التوفيق للجميع ما شاء الله ما شاء الله يصل هو دعلي بن ظاهر بن امعا المهيري سجل التوقيت جميل مميز مع سد دقائق ثلاثة عشر ثانية هنينة والناموسك يا بو ظاهر على هذا الادال جميل والراقي هملولة خليفة بن يعان بن عبدالله المهيري من تأتي على اول المراكز وفي المركز الثاني ثمينة لمطر بن سعيد بن حلوة الاكتبئي وفي المركز الثالث الله علي في المركز الثالث ما شاء الله هناك اللي هي الطيارة بنقول ثالث المراكز اللي في المركز الثالث عفوا باللورة باللورة علي بن احميد الرزي الشامسي ما شاء الله من تأتي على ثالث المراكز وفي المراكز وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك من الجانب الثاني اللي في المركز الرابع ولا خامس المراكز عفوا اللي في المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك من الجانب الثاني اللي هي معدية لعيسى بن مبارك من سعيد بن مرخان النقلة على سادس المراكز هناك الفايز السائل بن مبارك بن مرخان وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله شعار العرياني والوكره على سلطان بن ياسر بن سيف العرياني وثامن المراكز من تأتي في هذه اللحظات الغزيلة يمع بن عبيد بن خليفة بالساحر الاكتبي وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع هناك أكحيلة على تاسع المراكز الخراب المضرب العلوان وفي المركز العاشر شعار لغويس أيضا حاضر هناك مع عاشر المراكز هكذا كانت النتيجة مستمعين العزاء المراكز ذعناها عليكم بالوفة والتمام وبعود إلى المركز الأول ما شاء الله بعود إلى المركز الأول هملولة المسيطرة على مقدمة الشوط الصامدة على المركز الأول حتى هذه اللحظة بشعارها ولونها الجميل اللون البنفسجي اللون العيناوي ما شاء الله صامد ما شاء الله على المركز الأول وعبد الله بن يوحان أيضا وخليفه يوحان بن عبد الله المهيري حاضر حاضرا حاضرا على المقدمة مسيطرا على المركز الأول بينما المركز الثاني شغف للسيد عبد الله ثاني بكديدة الفلاسي حاضر أيضا بثاني مراكز المركز الثالث ثمينة 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 لمضرب سعيد بن حلوة بينما اللي في المركز الرابع معدية لعيسى بن مبارك وسعيد بن مرخان المركز الخامس باللورة باللورة لعلي بن حميد الرزي شامسي أيضا حاضر بخامس المراكز وهناك اللي هي في الفايزة نعم الفايزة السعيد بن مبارك بن مرخان اللي تأتي ببن سابع ولا سادس المراكز المركز السابع ماشاء الله المركز السابع بنقول غي في سابع المراكز ولا هناك اللي هي مهل لخلفان بن سعيف الأغويس وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن ما شاء الله من تأتي اللي هيك على خلب مطرب العلوان وفي المركز التاسع عوايد لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوى وفي المركز العاشر طيف لراشد بن أحمد بن راشد الملة المشغوني الفلاسي عفوا هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز ذعناها عليكم بالوفا والتمام بالوفا والتمام ما شاء الله ما شاء الله يا المهيري يعني موقعك حتى هذه اللحظة سليب جميل مميز الكل 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 الكلة للمشاركة ما شاء الله هناك بنقول ثمينة أيضا تأتينا شغف وهنا باللورة الميدان باللورة الميدان وعاشقة النواميز حتى هذه اللحظة جماهيرها تطالبها والكيلو الكل الكل الخير الكيلو الخطير كيلو السبوك اللي تريح عصابك تشتهر ويشيع طاريها لو تعشيها والله على ثيابك والله يعشيها عرازيها ما بعشيها بعشيها عرازي سبوك تستاهل 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 يا ابن حلوة يا لمهاني يا الرزي يا ابن كديدة يعني موقف والله حتى هذه اللحظة العصي في الابطان العصي في الابطان ما صدرت الوابر بس يا نبغي التدغير نبغي التدغير غيرت باللورة علي بن حميد الرزي الشامسي بو أحمد بو أحمد بو أحمد بو أحمد على المركز الأول ما شاء الله المركز الثاني هناك من تأتي اللي هي هملون للخليفة يعاني عبدالله مهيري المركز الثالث هناك شغف لعبدالله بن ثالب الكديدة المركز الرابع وعد أول ندلها علام بن حميد بن واس هكذا كانت النتيجة بلورة 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 ولا وعد من الجانب الثاني بلورة ولا وعد من الجانب الثاني اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة وعد وعد بلورة وعد وعد بلورة وبلورة وعد من الجانب الثاني علام بن حميد بن واس ما شاء الله والعوير العوير العوير العوير. سلام عليكم يا بناء العوين لمركز الثاني. لعلي بن حميد رزي الشابس لمركز الثالث. مضرب سعيد محلو المركز الرابع. آآ ثاني بنك ديد المركز الخامس. المركز الخامس ايوها اللي اقوة هناك من تأتينا اللي هي لخليفة يعان عبدالله المهيري. هكذا كانت النتيجة المراكز دعناها عليكم. تمام ست دقائق. التوقيت اصنعشار ثاني. ما شاء الله. شوطة يأتينا كل تحطيم توقيدات. نتمنى التوفيق للجميع تحانينا والناموز.